اهلا بكم. نهاردة هنتكلم عن اوبرو كريم. عند استنتاج كده يا رب ما يكون صح. اتكلم معاكم فيه قبل ما اتكلم عن تجهيز قانون اوبرو كريم. الاستنتاج بتاع بيقول ايه? ان اوبرو كريم هيخربوا البلد. بجد. اقول لكم الى دلوقتي. دلوقتي لما كان بيحنسك ويديك بونس الف جنيه. تمام قوي. وبعدها بشوية قللها حاجة بسيطة. صح? تمام. وبعدين بشويتين نزل العربيات قديمة شوية. صح? وبعدين نزل سكوتر. فريح الشغل شوية. صح? وبعدين امنزل خصومات. فالشغل بنسبة كبيرة باز. وبعدين نزلك ميكرواز. صح كده? انا عايزك بس تبقى معايا الخط واحدة واحدة. انا بوصل ناس للميكرواز بتاع اوبرو كريم. برحلة تلاتة اربعة جنيه. اكيد انتوا عارفينها. العميل بيكون عنده خاص وكمان مبقي تلاتة اربعة جنيه. تيجي الرحلة في الاخر بستة سبعة تلاتة اربعة على حسب. وكمان بيكون ميخليني اوصله لمكان الميكرواز بتاع اوبر وكريم. يا السلام. طب لما هي اعمالة اتوصل كده. بصوا بقى الاستنتاج بتاعي. غالبا اصحاب عربيات القصد قربوا يتجننوا. واللي مؤجر بخمس ستة لاف جنيه. اكيد ميولع في نفسه وفي العربية. والصحة بتاعت كل واحد شغال اوبر وكريم في النازل. وما حدش يجدب. ده كمان لسه هيخلونا نخبط في بعض. مين بقى اللي هيخبطه في بعض? هقول لك انا ده باتميلة يخبط في بعض. من فترة مش بعيدة لو نفتكر مع بعض كده كان التاكس بيخبط مع ملاكي اوبر. تمام? نسبة للشغل اخدوا الشغل منهم وكانش فيه شغل في الشارع وكان التاكس بيروح بثلاثين اربعين جنيه وكان اوبر مولعها وهو اللي شغال ودينا دي كلها. كمان سنة هيبقى ملاكي اوبر والتاكس على الميكرواز. بتاع اوبر. وبعدها بشوية خراب يا بلد. ليه خراب يا بلد? هيبقى التاكس والميكرواز اللي هم مش اوبر ولا كريم. والملاكي اوبر وكريم على الميكرواز اوبر وكريم. فاهم حاجة? هيبقى التاكس والميكرواز اللي هم مش اوبر ولا كريم وملاكي اوبر وكريم على ميكرواز اوبر وكريم. نفسي قرب تعيد نفسها داني من الاول. تمام. ويقعدوا يقرب بيوت الناس. واحنا ما عملناش اي حاجة. ولسه برضو هيطلع عيل اهبل او مغفل. يردوا يقول لك ايه? مش عاجبك. ما تشتغلش. طب نظرة صغيرة كده على تجهيزات قانون اوبر وكريم. او قانون تنظيم النقل عن طريق الابليكيشن. من ضمن بنود اللايحة التنفيذية للقانون اضافة رسوم من اتنين جنيه لخمسة جنيه. متوقع ان يتفحل راكب بالاضافة للاجرى بتاعته. ده معناه ايه ده يعمل حاج? اولا الزبون المصري بيحب الرخيص. ويفضل ابو بلاش. تاني حاجة. الزبون من عشرة جنيه لحد تلاتين. لما هيلاقي خمسة جنيه زيادة. اكيد هيرجع يفكر قبل ما يدوس على الابليكيشن ويطلب اوبر او كريم. ده معناه ان حضرتك كسواء محترم. هيتفتح لك شريحة كبيرة من السوق. تاني. بس بس يا عم احنا ما صدقنا اببسطنا. انت هترجع تنكد علينا تاني. معلش. استحملني. اسمع مني بس. العميل اللي اخد على الابليكيشن فيه امان وعداد ومش عارف ايه. اكيد مش هيتنازل عن كل ده. يا عم اصدك ايه? انجز. قصدي. لازم تشترك في ابليكيشن. طب انهي ابليكيشن تنصحني بيه? انا عن نفسي. بنصحك تشترك في ابليكيشن وخلاص. لان هو ده المستقبل. المهم عندي انك تروح لبيتك وولادك برزق حلال طيب. لاحز كمان ان فيه قانون دلوقتي بتجهز اسمه قانون الناكل البري. هيلزم حضرتك انك تشترك في ابليكيشن. وان اللي مش هيتقدم. ويرتكي بشغله. هيبقى زي الترام والتربوش. اصار. اصار يا معلم. وعلى فكرة الشركات كتير. والابليكيشن بقى كتير جدا. اشترك فيهم كلهم او اشترك في اللي يعجبك. انت حر. روح لولادك بفلوس. واثبت نفسك. وكل السوق قبل السوق ما يكلك. ما تنساش الاشتراك. لايك. شير ازا عجبك الفيديو. وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.